بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حللنا أهلا ووطأنا سهلا عدنا والعود أحمد كما عودناكم مستمرين بدون انقطاع منذ سنتين ونصف إلى اليوم بالتعريف بقضيتنا العادلة وملفنا الشرعي والمشروع وسنواصل الكشف عن جميع تغارات والاختلالات والعيوب والتقوب والتحرميات والتشهليم سواء التي جاء بها المرسوم الجبان اتفاق منتصف الليل مرسوم جوز صيفر جوز ثمانمائة وربعين ثمانمائة وربعة وخمسين المصطلح عليه نظام الأساسي ديال ديال الفين وثلاثة الجائر سواء الحل الترقيعي التجزيئي الذي جزء المجزء وفيئة وأقسى المرسوم جوز سعطا عش خمسمائة وربعين كما نحيي عاليا جميع الشرفاء والشريفات الأحرار والحرائر الذين وقفوا معنا منذ أزيد من سنتين ودعامونا وأوصلوا مظلوميتنا إلى من يهمهم الأمر سواء إلى رئاسة الحكومة أو وزارة أو وزير المالية أو إلى الوزير الوصي على القطاع آنداك السيد أمزازي سعيد وبناء عليه تم استدعاء السيد الوزير الوصي على القطاع السيد أمزازي سعيد من أجل الإجابة عن الأسئلة الشفوية والكتابية التي وجهت له حول إقساء جملة من المتقاعدين تقاعد تصاعدهم من 2003 إلى ما تم 2011 سبب إقسائهم من مخرجات الحوار الإجتماعي أفوال 25 أبريل 2019 وأيضا من أجل الإجابة عن سبب استثنائهم وإقسائهم من مضامين المرسوم جوز 19 504 رغم أنهم يتوفرون على نفس الشروط حيث أنهم مضفوا بسلم السابع أو بسلم الثامن بل كانوا جد متضررين وكانت لهم الأولوية والأسبقية في الإنصاف غير أن التعريف بالمضلومية مضلومية على أساس ضحايا النظامين 2085 تم تحريفها وتأما تأويلها تأويلا خاطئا الشيء الذي أقصى الفئة الجد متضررة وفعلا بعد امتتال السيد الوزير السابق أمام لجنة التعليم والتواصل والتقافة وبعدما تبين أقر واعترف اعترافا صريحا يقطع الشك باليقين رسميا أمام المجلس التشريعي الذي يصهر على تنفيذ القانون واحترامه لأن فعلا هناك مجموعة من المعلمين القدامى الذين وظفوا بالسلم السابع أو بالسلم الثامن لهم جميع الحقوق في الترقي وأنهم يتوفرون عن نفس الشروط وأن هذا الملف ملف مخالف يتضمن وضعيات إدارية مختلفة منهم من تقاعد بالسلم التاسع وما دون وفي أحسن الأحوال تقاعد بالسلم العاشر وأقر بأنه سيقوم ببناء هذا الملف وسيكون من الأولويات عند انطلاق الحوار القطاعي المقبر وأما ما يسمى بضحايا النظامين فهذا الملف تم طيه بناء عن الاقتراحات التي جاءت بها النقبات وبأن لا النقبات ولا المصالح الإدارية لم يخبروه بأي فئة تقاعدت قبل 2012 بل الجميع أجمع بأن الملف من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين 2085 بدأ فقط من 1.1.2012 وما بعد وبناء عليه كان الحل وفق التصورات والاقتراحات التي جاءت بها النقبات انتهى الكلام نقطة إلى السطر هذه التوطئة وهذه المقدمة البسيطة من أجل الإجابة عن بعض ضبق لحد الآن يصرون بأنهم وضعوا ملفهم للمتقاعدين ما قبل 2012 عند بعض النقابات وأنهم وأنهم سيقومون بتبني هذه الملف منذ أزيد من سنتين في الوقت لكنت أؤكد لهم بأن لا أحد لا أحد يتبنى ملف ذي الضحايا النظامين ما قبل 2012 فلولا الألطاف ولولا إصرارنا على قرع جميع الأبواب الموصدة التي فتحت في وجهنا ومهدت لنا الطريقة ساركا حتى أوصلنا فعلا المظلومية دينا إلى من يهمهم الأمر لأن الملف دي المعلمين الصابقين لتقاعدوا من ألفين وثلاثة إنما تتم ألفين وحداش استطعنا أن ننتزع اعترافا رسميا من الوزارة في شخص وزيرها السابق أمزازي سعيد واعترف بأن فعلا هناك عشر الاف ومئتين متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم المتوفون رحمهم الله سيقوم بإنصافهم ولأول مرة يعترف ويقر جميع الأفواج التي تقاعدت من ألفين وثلاثة إلى ما تم ألفين وثلاثة في الوقت الجميع وبدون استثناء كان يصر فقط الاحتساب التاريخ الإداري والمال ابتداء من واحد واحد 2016 فقط 2016 فقط ومن بعد تم إضافة المتقاعدين الذين كانوا في الأصل مقصيين ابتداء من المحالون على التقاعد من واحد وحد 2012 وما بعد فقط لا غير فقط لا غير والآن بعد غيبة طويلة بعد غيبة طويلة يلا بدأ وتي يرجع البعض من من باعوا الوهم باعوا الوهم لبعض الضحايا كما باع لهم الوهم سابقهم أو سالفهم عندما كانوا يجوبون شوارع الرباط وهم يحملون اللافتات ومكتوب عليها طرقية استثنائية من واحد واحد 2012 وما بعد وهم غاديين هزنا في دار غفلون نهار 14 أكتوبر 2019 عندما صدرت اللوائح ولقوا الأسماء لهم غير واردة لأنهم لم يكونوا يميزون بين تاريخ الإحالة على التقاعد أو على المعاش وتاريخ الاستفادة من المعاش ففطنوا مؤخرا وجاوا وقلسوا تحت واحد الشجرة هذيك الشجرة اللي قليك سموها الشجرة المباركة لهادوك اللي قول بوهم أصحاب أبو صابونا اللي دارو لهم صابونا جاوا قو فيهم وقال لك ندارو لهم تنسيقية ديالة أبي تحت الشجرة من فاقوا من القلب ديالهم اللي قولوا ثم كانينش هزين اللافتات كانين هزين اللافتات ولكن فات الفوت تافات الفوت عد سوو لني كيف بقيت بحال اليوم بحال الآن مشاو بقوا خلدوا للنوم كل واحد فين مشا كل مشا تال يعني برا المغرب سافر إلى فرنسا وكانادا وال انجليز والمانيا والى اخيره فواج مع رساته اللي يكمل عليه شاف الاحباب والاصحاب إلى آخيره وكي اللي كان يقدر اغراض يعني الاتباع دياله ديال انساب دياله إلى آخيره ويسخن السيارة ويدي المرة لخدمة ويجيبها يلا يلا فاق داب من يجا بدأ يعني سمعوا بأن اللي جان التقنية والموضاعات يبدأ يلا جا ويلا فاق وقال لك بغين يديرو التنسيقيات التنسيقية ديلت ابي تحت الشجرة يلا جيين بغش يديرو التنسيقية ديال موكلي موكلي في الغاب يلا بغو يديرو التنسيقية ديال موكلي في الغاب ولكن الورقة التقبات الورقة التقبات اللي يعطى الله يعطاه واللي يزلق جاء على عين كفاه دي تيبغي يحقه يتوحد مع الاخوان ديالو ويكون صادق لله مشه هو اللي جاتي يديه لانه من يجاو المرة اللولى بغو يديرو التنسيقية ديال ابي تحت الشجرة جاو بعض المتقاعدين ليستافذوا قول بهم قال لك بقوا فيهم بغو يديرو لي مع ذيك التنسيقية اللي تم تفكيكها اكتر من مرة اربا اربا لانه كل واحد كان تصوت عليك والده وكانت يالله جاتهم المراهقة ديال العمل النقابي والسياسي وهم لا يفقاون شيء الا في العمل النقابي ولا السياسي ولا الجمعاوي فكل واحد تقول لك أنا فلان هو اللي غايجي بالربحة والآخر تقول لك فلان هو اللي غايجي بالربحة في الوقت لكننا تقول اليوم نحن يجب أن نبقى على نفس المسافات مع جميع النقابات وجميع الأحزاب ونحترم الجميع ونكن الاحترام للجميع هدفنا الواحد والأوحد وهو أن يتم إنصافنا ونسترجع الحق دينا وهو الطرقية هو اللي يجمعنا الهدف اللي يجمعنا واللي توحدنا من أجله هدك هو اللي يجمعنا بل بالعكس كل واحد يقصد الباب ويطرقه الباب اللي ممكن يساعده ونتعاونه ولا هدك الحل ولا كل واحد دي صوت اللي كبالته وفي آخر الملطاف يلا فاقوا مجيين باغين يديروا تنصيقية مع وكليف الغابة مبغيتش أن ندخل في التفاصيل لأن هدك اللي تفككوتي يدير هدك راي يغضر سبعمائة ألف غضرة ما يعقلها لتا شي واحد وفعلا هزهم أولا هزهم ما أعقلش عليها هده الميلف اللي سميه ضحايا النظامين كما جاء للوزير قال لك راي وين هدك الميلف حتى مني جاءوا النقابات من بعد خرجت النواة يجي إلى الآن ميلف اللي كانوا تهضروا تهضروا على المتقاعدين ما تبقى من الضحايا أو ضحايا الضحايا اللي كانوا تيعنوا بهم اللي تقاعدوا بعد ألفين وسبعطاعش وقال لك عندهم مشكل مع لإصلاح المقياس البن كيرين أو ميل وربع وخمسين اللي تقاعدوا بعد ألفين وسبعطاعش اللي مستوفو الشرط النظامي دي العشر السنوات وعمرهم كانوا تهضروا على ما قبل وكنت دائما تنقول لكم ولكن اللي راسه قاسح قاسح تيقول لك طالت معزا وفي آخر المطاف لولا الألطاف ولولا الإصرار دينا لأنني أنا من النوع لدخلت شديد شميسيون اللي ما كينا أكمبلير حتى نكملها عامين ما تفاكيتش وما تفاكش حتى ناخد الحق دينا جميعا بدون استثناء نشي بحالكم الكنانم كل واحد الانانية كينا الناس منذ سنتين وهم في صفنا وما باغينش يبانوا متبدلوش كيما لقيناهم كيما بقين معنا إلى الآن ننصق معاهم يوميا ناهيكا عن بعض الإخوان لا يجزيهم بخير سواء سياسيين أو جمعويين أو نقابين إلى آخره الذين يدعموننا لأننا تعرفون نهضلوا بشرف وبحس دي المسؤولية لا يهمون النفس دي النباح المنفعة دينا الداتية فقط أنا المنفعة الداتية دي لا لا تهموني لا تهمون عاشنا في الخير وشفناه وعاشنا كتار من اللي حمدنا الله وشكرناه عاشنا كتار من ذاك الشيء اللي كنا تنتوقعه الله وملك الحمد ولكن من بيعوش الدم دينا نهائيا ما تنتبعه ما تنتشراه وتنحيي من هذا المنبر الجميع الجميع تنقول اللي منذ سنتين وهم تهم آمنوا بأن هاد الشيوخ أنا اللي تهمني واللي خلاني مصار عامين ما تهمنيش وخنزي تعمين أخرى هو الحالات اللي درت كنت ندورنا المغرب كامل كنت نشوف وتعالي نعاين الحالات عن قرب متقاعدين فعلا أعطوا لي هذا البلد أعطوا لي المنظومة التعليمية كفاءات لأننا جالسناهم كل اللي استافدنا منهم كل اللي عنده 27 سنة كمدير في الإدارة استغل المدير مين كانوا بقين القور مديرين هذه الساعة في التعليم هنا في المغرب ومفتشين قور هذه الساعة أخدم معهم قام في كل شيء باش مجيتي في آخر المطاف ليتقاعدوا بما عاشين لا يرقى كما قال هذاك لا يرقى لا يرقى 2015 لا يرقى 2012 توصل 2012 وسكت ودوزوا كل شيء دوزوا من 2012 وميكوا على ما قبل 2012 قدنا لك في حق هذوك الشيوخ لعندهم معاشات هزيلة وهشة في بعض الأحيان لا تصلوا حتى إلى الحد الأدنى للقجور في حق ليتقاعدوا بالسلم التاسع وما دون وتلّى وغير بالأمراض جميع الأمراض باختلاف أنواعها شيء معروفة وشيء غير معروفة في حق هذوك الإخوان والأخوات أفاضلوا الفاضلات لهذه المعاشات ديال أمتي كفيهم شحتل باش يغطوا المصارف ديال العلاج كاش أنا باقي مواصل جوميا وبدون انقطاع وإن استدعت الظروف سأقوم بالتصعيد أكتر ما تتوقعون ولا يهمون لنتفاجأ بالبعض الآن يلا راجعين فاغيني ديرو غالك تنصيقية ديال ما وكلي هذوك اللي بغلوا يديروا التنصيقية يا أخي اعلن بأنهم تقبت لهم الورقة تقبت لهم الورقة رسميا وتم تسريب لكتم تبعين قبل دائما نقول لكم بأن كل واحد خارج يتأجج ويحتج بالوقفات إلى آخره فقد تم إبلاغه بأنه عنده شي مشكل احنا عارف انت مشاكل ديالهم مبغيناش نخوضوا فعلا تتهمناش يلا يكفينا المشكل اللي عندنا احنا واتضح بالملموس دالك فاحنا هي اللي تبنت لنا الملف ووضعنا جميع المظلوميات عندهم وضعت الملف رسميا عند سسة بار في باب الرواح وعندي الضوك ديال هذا شي جميع دا كل شي عندنا احنا موطق وايضا عندما جاء السيشاكيب بالموسى اوصلنا اليه المظلومية اوصلنا اليه المظلومية علشنا ديبنا نقول لكم اي ملف قبل من 29 نوفامبر 2021 ما كانش ضمن هذك 27 ملف لتم التوافق حول ب توقيع محضر الاتفاق ديال او اتفاق المرحلي ديال 18 يناير 2022 فقد انتهى الكلام لا يمكن اضافة اي ملف كان اكتب ما تتحرفوش دير القراءة او تفكو الشفرات ديال البلاغات او او الخارجات اللي تخرجوا بها الجميع سواء النقابيين سواء مسؤولين اداريين الى اخره او وزير الى اخره فهذاك شي مشيدا بي ما اؤكد عنه ان الملف او صن الملف في الوقت في الزمان والمكان المحددين ان اي ملف مجالس قبل من تسعة وعشرين او داعش الفين واحد وعشرين ان في هذه المحطة كان هناك لجنة تقنية يترأسها مدير الموارد البشرية بحضور النقابات وخصصت من اجلي يعني الاطلاع وابداء الرأي والاقتراحات الاراء والاقتراحات والملاحظات من طرف النقابات الاكتر تمثيلية وتم ذلك فعلا وقبل بناء هذا التصور اللي خرج بخارطة الطريق هنا نحط هنا فقط نشير فقط الى الملفات العالقة لحددت في سبعة وعشرين ملف التي سيتم معالجتها التي وضعت لها برمجة زمنية يعني وسقف زمني ينتهي قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي يعني بين ثلاثين جوان وثلاثين جويين دو ميل بنت دول انها الملفات العالقة التي ستعالجوا بمراسيم تعديلية خاصة تنزل قبل ما يتنزل يعني ينتهو من النظام الأساسي الجديد ديال الفين دين وعشرين لغادي ينتهي وضعوا لي سقف زماني ديال النظام الأساسي الجديد في جوان دو ميل بند جوية دو ميل بند أن السي شاكب بن موسى أول مرة قبل ما يوضع التصور دياله ويوضع خارطة الطريق ويدير المأساسة ديال الحوار إلى آخر وللإشارة هاد الميل فات لو لا إصلاح المنظومة اللي غادي تكون والتمزيل ديال هاد الإصلاح ديال قانون الإطار اللي واحد وخمسين سبع طعش اللي غينزل اثنين وثلاثين مشروع وبالتدرج بالتدرج وحسب الإمكان وقرأ قل اشتري قوله لك فهم اشتري قوله لك تقل لك لا رئيسة الحكومة لا رئيس الحكومة ولا الوازير ولا أي واحد تقول لك أي حاجة غتكون بالتدرج وحسب الإمكان واللي اتطافقوا عليه راه غادي ينزلوه غادي يلتازموا به اللي سنو في طمنطاش يناير الفين اثنين وعشرين ذاك الاتفاق المرحلي في انتظار باش يكون اتفاق نهائي هذك الشي اللي اتطافقوا عليه في المحضر الاتفاق هو اللي غادي يتنزل واتطافقوا على سبعة وعشرين ميلف فقط لا غير فقط لا غير كتي متبع راه غتعرفوا شكين شي ميلف ديالك وليما كينش وضعوا صقف زماني قلت قبل ما يوضع هذك التصور دياله ودير هذك الخارج الطريق بالنسبة للملفات العالقة قام باستدعاء جميع النقابات هذي هاد الشي قبل ما يدير التصور دياله واستدعيها باش يبدو الاراء ديالهم ملاحظات والاراء والملاحظات يعني ديالهم اقتراحات في تسعود وعشرين آه نوفمر ألفين وواحد وعشرين قبل ما استدعاهم جميعا كل واحد جاب الميلفات دياله كي اللي جاب ستة وعشرين كي اللي جاب واحد وعشرين كي اللي جاب سبعة وربعين الى اخيرين هذو استدعاهم كلهم يعني النقابات الاكتر تمتيلية واستدعا ايضا النقابة اللي ما جابتش التمتيلية دياللون تيام تهي استامع لها لانه كان يرمي الى معالجة شمولية لهذه الميلفات ودائما جاي بشيدير سواء النظام الاساسي الشمولي سواء الميلفات العالقة خاصة اعالجة في الشمولية ديالها بناءا على الاختلالات اللي جاء بها من نظام الاساسي ديالفين وثلاثة الناس اللي اضروا فعلا من نظام الاساسي ديالفين وثلاثة وكانوا سببا كانوا ضحية فعلية للاختلالة ديالنظام الاساسي ديالفين وثلاثة كلهم خاصهم يعالجهم قبل من التنزيل ديالنظام الاساسي الجديد لان النظام الاساسي القديم سينسخوا فعلا وسا يعني يتم العبقاء على الاشيا اللي هي تكون عندها ديمومة وامتداد في النظام الالساسي الجلي. كنين شي مواد خالصوما يبقوا عندهم بحل مواد دات الطابع الاستثنائي. دات الطابع الاستثنائي. بحل المادة مية واثناعش استثناء. بحل المادة مية وخمسة عشر سنوات اعتباريها استثناء. مية واثناعش قلنا ايا خمسة عشر الاستة استثناء. بحال المادة سعود وتسعين. الحصيص دي المادة سعود وتسعين. مقدديات المادة سعود وتسعين. انه باش تدوز بعد خطرة بدون اخضاع الكوطة الى الحصيص. تيقدر ادير خلافا للمادة سعود وتسعين. لذا هادو خصهم يبقاه كاستثناء لان النظام الاساسي للقليم كان لا طابع استثنائي. اذا هذا مكسب خص النظام الاساسي الجديد يبقى لا طابع استثنائي. اذا اخذك كل شي لك التصور. هل لي قام بالتصنيف اول مرة وزيرتي يسهر بنفسيه. وقام بالفرز والتصنيف والترتيب حسب الاولوية. حسب الاولوية. كل واحد اعطاه الحق دياله فعلا. حسب الترتيب حسب الاولوية. احنا الفيديو رأي طوال ما نقول لكم كيفاش دياله الاولوية. هذه ما ننسب بها وحدة المعايير. وحدة المعايير. وبيان تتولي ملفات توحيلك الى ملفات اخرى. وتقدرش ملفات يتم متوحيدها. ودار نظرة شمولية. وقام بتنزيل 27 ملف فقط لا غير. دوره 120. اي واحد بغي دير شي تنصيق. اللي بغي دير تنصيقية من وراء. 11 جينير. فهو يعني لسه في بداية بناء شي سيعالج في غابة موكلي. وفي عام كحوق ورقدوم. واللي اتقبط له الورقة. غايدور 360. وانتهى الكلام. اطوال هذا شوفكم من بعد.